بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم ومتتبعيك يا رام شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير جمعة مباركة إن شاء الله كما راكم تشاهدوا معنا اليوم جبت لكم طريقة أخرى تاعة البسبس جيجنت تاعة البسبس كوريات البسبس بلاصوس كما راكم تشاهدوا فيهم الشهية ما شاء الله البنة التحق ولا أربعة اقتصادية ما فياش مكونات كثيرة نذهب للمباشرة المكونات لدينا المكون الأساسي والبسبس بعد أن نطفوها نقطعوه إلى قطعة صغيرة لدينا البسر والثوم وعندي صدر تعدجاج هنا رحيت البسبس في الأشوار كما تشاهدوا باللي ما فيش الماء أحسن من تطحنه بالبرا قطعوا لا تسكر في جو رحيت لكم الماء بالأشوار هذا أحسن ولا لي ما عنداش هذا الأشوار تسكر في جو وتنشف منه هذا كل ما تضغط عليه وتنشف منه المادي فو الكسكاس وتضغط عليه وتنحلوا هذا كل ما نتيع وناجرتوه هنا في الأشوار ما فيش الماء كما تشوفه وقطعتوه رقيق رقيق نضيف له شوية البصل ثوم ونضيف ثوم ونضيف ثوم ونضيف نضيف دجاج كبير بزي وترتغل نص عندي استر كامل هنا ترتغل نص فقط خبز رقيق خبز مرحي حوالي زج ملاعق كبار باش ينشف لي هذا كل ما ليه فيه المكونات طبعا تعتوها باللي عندنا الفل الكحل شوية العكري شوية ع الكمون شوية ع الاس الحانوت قدرت شوية ع القرفة نحب القرفة طبعا نقول الملح على حساب الرغبة الحساب الكمية اللي عندنا نديولها الملح ما نكثروش بزيف خاطر رح يطيب فلاصوس في هالملح نضيف حبيباتها على البيض الحبيبات على البيض لا تكون كبيرة بزيف باش ما تجينيش جاري غربا ما يتلم هذا كل الخاليط نخلطه نلمه كامل نطمه كامل هذو كل مكونات اقتصادية و سهلة و مليحة للبناتها هائلة ما شاء الله وهي طريقة جديدة باش تحاولوا تأكلوا البسبس بالنسبة للاطفال اللي ما يحبوش يأكلوا البسبس طريقة ثانية باش يأكلوا اقصدت فيديو الأول تاع تجين البسبس كان بالدجاج ثانية باش يأكلوا وهذا هنا يدته كويرات لعنا في موسم تاع البسبس او الشامر كل واحد يسميه نخلط كامل هذا الخاليط ادركوا خلطت بيدي باش يتجالس مع بعض وبعض اضفت على زيت محاولة من عاقعة صغيرة على الزيت باش ما يجينيش نشف عشاب لي غاديك تربليل معه وما يجينيش نشف بزاف باش كويرة تعليج يطريين دخلت كامل هذا الزيت مع بعض وبعض اضفت على المعدنوس ونخلط ثاني ندخل هذا المعدنوس مع المكونات كامل نطموه مع بعض وبعض من جهة اخرى نجيبه باش نخدمه الاسوس تعالنا هنا عندي غير عظمات للبنة فقط هذه العظمات ترتع الجاج اللي نحيته مرميش هذه العظمات باش نبن بها الاسوس وعندي قطعة واحدة اخرى كل واحد وشي اللي عنده اللي ما عنده يقدر تضي لاسوس تومات وحدها تقدري تضيلي في خط تقدري لي ما تضيليش باش تبني لاسوس ولا تقدري تضيلي جومبو وديري لاسوس تومات وديري جومبو وقعت لكم اقتصادية وبنينا انضفت هنا يا البصل التاعي اللي بقى لي نسبة الحبة تاع البصل اللي بقعت لي ودرتو يتقلى على نار هاد اه ومن جهة اخرى انضفت لكم الكويرات التوعية العجيجنة هذو كليدر توم خارطة هاد اكتاع البسباس واسدار الجاج نبدأ لكوور فيه نصنع كويرات هنا اقراس كشوال اه هكذا خبيزات صغار ولي تحب تدير ديبول تدير ديبول تحب تدير اصابع الشكل يبقى اختياري كل واحده وذوقه دياله ديرو اصابع ولا ديرو كويرات انا درت هنا يا اقراس صغار خبيزات صغار نحاول نطمها مليح وننفذها شوية من الفارينة هكذا بالملعقة العبر التاعو بالملعقة باش يجي كامل كيف كيف نعمدوها غير فارينة فقط ولي تحب تدير البيض ودجارة فيها البيض الداخل غير فارينة تكفي حبة بيض وحبيبة تاع بس بس ونصدر تاع الجاج رح تديري وجبه ماشاء الله بنينة ومختلفة نكملوا كامل كميتانا تاع الخالط هذك نكوولوها كامل ونرمدوها بفارينة كيفكم تشوفو وحطوها بجيهة باش نقريبها من جيهة اخرى من ننساش المقلع انتاعي راي تتقلى الحماذك تاعي مع البصرة يتقلى مره مره نخلطه بصرة تعي حتي يذبال وياخذ اللون الذهابي والحم تعي ثاني يتقلى ينشف من السوائل تابعونا دايما نقول لكم نحب نقلي الماكلة تعي بس جيمنينا اضفته هنا حبيبة تعطوه ماطيش مقطع القيقة نخليها تقلى ثاني معاهم هاكم تشوفوا باللي توابل ما نديرهم شانا في الاول يتحرقوا لي حتي يطلق البصرة شوية مع الطماطيش باش ندير توابل في الاخير باش ندير توابل هذي معلومة المبتدئات توابل ما ننزمش تديرهم في الاول يتحرقوا لكم وتروح لبنان تاحم هاكم تشوفوا الطماطيش تعنا لا يتقلى هنا نبدأ ونضيفوه في توابل كيما قدرت في العقدة هذيك في الخالط نديره هنا اياه كيف كيف كمو ناس الحان وشوي بفلك حل والملح طبعا من ساوش منكثرش الملح خاطر اللاسوس هي قليلة غير اعبري مش حاجة كبيرة مش مرقة كبيرة غير اللاسوس شوي بارك هنا اضفت ملعقة ٱطماطم صبرة باش تعقد لي اللاسوس نخلطه كامل لذي كل مكوينة توعنا ونخللهم يتقلع حتى الذوب لنا هذي كالطماطيش هكذا لكم نشوف بداية يتقلع معنا من جي اخرى ضفت له الموخة ليته يتقلع وهنا يا رح تنقلي هذو الكويرات توعي بدلت الزيت يسخن ونحطهم بالوحدة نحمرهم على الجهتين يخذوا تحميره شابه هكذا نعمل المقلة التاعي ونحلكهم باش يطيبوا لي مليح ويتحمروا ونقربهم على الجهال وخلصاني ان يتحمروا يخذوا تحميره شابه ويجي لمنظرة تحمل بنين كي مانا ما دلتمش طاربوا هكذاك قبالة او حبيتهم يتحمروا باش ياخذوا البنة هذي كتاعة تحميره يجيوا بنين بزيف كيتقليهم احسن من تحطيهم هكذاك قبالة في العصص ويطيبوا من الداخل اللي يطيبوا هذك البسباس مالك تقوله خضر ولا البصل ولا رح يطيب كلش ما تجدوش للنار بزيف بزيف عادي النار متوسطة يحملوا بالعقل وهذاك البسباس الداخل اللي يطيب عادي نحن على عقدة اللاسوس التاعي كما تشوفوا بعد ما دفت الماء وخليتها عقدة نشفت لي شوية اللاسوس وطعب هذك اللحم سلطف هذك الكويرات التوعي سلطف هذك الكويرات التاعي سلطفين الفلاسوس باش يجوني طريين ما يجوني شي بسي نحن على عقدة اللاسوس في الصحن التقديم وضع الكويرات التوحات ستفهم مباشرة في الديكور ولي تحب يخذوا البنة على عقدة اللاسوس يجون طريين نحن على عقدة اللاسوس يتشربوا تقدر تدخليهم الكوشة تربيلهم فرمج ودخليهم الكوشة تقدر تخليها فقط كما تحبي نحن على ناحية هذا العظام التاعي اللي طلق لي غير برنا برك نتع ستر تعل الجاج نحن نتشربوا غش ويا ونطفي عليهم نقع اللازوج برك ونطفي عليهم نالا نقدر تلهم رابيتر شوية تعل فخوما شغابي من فوق للديكور ولي برنا فقط هذا هو الطابق التاعنا جاء ما شاء الله بنين بزي 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 جربوا وما تندموش عليه رائع اقتصادي وطريقة ثانية باش تاكلوا بها البسبس او الشامر ان شاء الله يعجبكم الفيديو التاعنا شاهية طيبة شاهيتكم في الجنة ان شاء الله لا تنساونا الشكيم عادة جاء كومونتير وعطونا رايكو في التعليقات ادعونا الى اعجبكم ادعونا مشاهدة طيبة للجامع برك الله فيكم شكرا لكل اللي حذر معنا في العرض ينا دمتم في رعاية الله وحفظي جميعا برك الله وفيكم شكرا لكم